ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة إن عدد الذين قتلوا في مدارس أمريكية منذ مطلع عام 2018 أكبر من قتل القوات المسلحة وذلك بعدما أسفر هجوم مسلح عن سقوط عشرة قتلى وإصابة عشرة آخرين إثر إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في مدينة سانتافي جنوبة شرق تكساس في ثالث حادث من نوعه خلال ثمانية أيام وقالت الشرطة إن أغلبية القتلى من الطلاب وأنه جرى اعتقال شخصين مشتبه بهما يعتقد أن أحدهما طالب وأن من بين المصابين ضابط شرطة وقال شاهد عيان إن مسلحا دخل أحد الفصول وبدأ إطلاق النار على الطلاب من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث عن أفضل السبل لحماية الأطفال في مختلف أنحاء البلاد منذ واقعة إطلاق نار أسفرت عن مقتل عشر أشخاص في مدرسة ثانوية بولاية تكساس